وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أقول للجميع أقول للجميع للجميع ما يعرض على شكشة القمر هو فكر علي وآل علي الأصيل وهؤلاء مراجع النجف يعرفون هذه الحقيقة لكنهم يكذبون عليكم فأنا لا أبالي أنا لا أبالي بما يقولون لأنني على بصيرة من أمري وأنا متأكد من أن الغلبة والفوز لفكري علي وآل علي لا أتحدث عن نفسي أنا رقم من الأرقام ولهذا الفكر إمام يحميه هو الحجة بن الحسن أنا رقم من الأرقام أنا سأذهب ويأتي غيري نحن أرقام لكن طوفان فكر علي وآل علي سيجتاحكم في زمان الغيبة في زمان الظهور في زمان الرجعة سيجتاحكم زينب صلوات الله وسلامه عليها أعطتنا الضمانة وأين في قصر يزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها ترحض يعني تنظف تطهر ومن هنا يقال له المرحاض مكان عزالة القذر ولا ترحض عن كعارها فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها وهل رأيك إلا فنات وأيامك إلا عدت وجمعك إلا بتت سلام سلام على فاطمة سلام على إمام الأئمة والسيدة القيمة سلام على قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين